موسيقى رواية الطلح لا يقتل قبلة رواية من القطع المتوسط تقع في 330 صفحة تتخذ من الصحراء فضاء تدور في الأحداث التي تبنيها وتؤسسها شخصيات متخيلة بمرجعية واقعية بمعنى أن هناك خيطا رفيعا بين الوقاع المتخيلة التي تدور في الضواية والوقائع الحقيقية التي دارت بالفعل في الواقع والتي يؤشر إلى واقيتها المؤشر الزمني الذي نجده في أغلب الوصول بدءا من الفصل الأول طيحة آسا 4 يونيو 1979 حيث شنت البوليساريو غارة غادرة على منطقة آسا ويستعيد أن راوي في هذا الفصل كثيرا من الأحداث المؤلمة التي مرت خلال منذ الساعات الأولى للفجر إلى تقريبا ما يقارب الظهيرة أكتوت آسا خلال هذه الفترة بنار المدافع أدت الهجمة إلى وفاة إلى قتل كثير من الأبرياء وزح بعضهم إلى آخره هذه الأحداث من طبعها تونوشمت في ذاكرة الفتاة الذي يحكي كثيرا من التفاصيل المؤلمة ويتحدث عن أثر تلك الأحداث على ألعاب الأطفال أصدقائي الأطفال خلال تلك الفترة حيث تحولت ألعابهم إلى محاكاة العربات العسكرية والهجوم العسكري إلى غير ذلك بعد هذا الفصل الذي يمثل بوتقة لانطلاق السر نجد فصول أخرى تتعلق بمصارات حياة سراوي في بيئة صحراوية زمن الربيع تزدهي بألوانها الواشية زمن طفولة في البادية زمن يعمل الراوي على تسريده على النص والراوي أيضا على تسريده بطريقة مفصلة لكن تقع عطافة في الأحداث عندما في 1986 وهذا مؤشر زمن هام عندما ينتمي الشاب زياد بطل الرواية إلى جماعة إسلامية تستميله وهو طفل ويحكي مصارات حياته مع هذه الجماعة التي تتبنى فكرا سياسيا ممزوجا بالإيديولوجيا الدينية القران بين الدين والسياسة في الرواية بارز وبشكل من الأشكال يدينه الناص ويحذر منه إذ نكتشف لاحقا بأن الفتى زياد قد اكتشف زيف الشعارات بعد عشرية قضاها مع هذا الفصيل أو هذه الجماعة زيف الشعارات التي كانت ترفعها في سنة 1996 في الرواية سينفصل تماما عن هذه الجماعة وسيعود إلى الصحراء يعود إلى طبيعته الأولى إلى تدينه وهناك عبارة لافتة في هذا النطاق اللهم يقول أني أعشقا أن أعود إلى دين العجائز الدين الفطري الذي لم تلويته الإيديولوجيا إلى غير ذلك العودة إلى الصحراء خارج الجماعة فوق أدين الصحراء تتزامن سرديا مع نضوج أو نضج الشاب بلوغه النيفة أو زرفة على الأربعة والعشرين السنة أنا ذاك سيعود إلى الصحراء وهذه العودة يرمز إليه ليرمز ترمز أصلا إلى العودة إلى الجذور العودة إلى الجنوب وهذا نجده في الرواية في آخر فقرة من الرواية آخر كلمة من الرواية وأشار بيديه للجنوب لأن القبلة في المتخيل الصحراوي لا تعني القبلة بمفهومها الديني وإنما تعني الجنوب ترجمة نانسي قنقر